في كل أمر نلتقي في ليلنا هذا الحديث العذب نعلم الشرعانا ما نرتجي إلا هدى من ربنا هدي الرسول والصحابة ناجونا نص هنا فهم هنا فاسمع لنا ما نبتغي إلا المودة بيننا ما نبتغي إلا المودة بيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة وهذه السهرة الخاصة وهذا اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أفردنا لحضراتكم بعض اللقاءات التي سبقت هذا اللقاء في الحديث عن رسول الله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونشرف ونسعد في هذه اللقاءات وإذا ما تحدثنا عن رسول الله عليه الصلاة وصحيح سيرة رسول الله عليه الصلاة والأحداث التي مرت في حياة رسول الله عليه الصلاة فلابد أن نتحدث مع عالم جليل قدم لكم صحيح السيرة على مدار سبع سنوات تقريبا على هذه الشاشة المباركة فضيلة الشيخ الحبيب الأصولي الفقير الدكتور متولي البراجيلي مرحبا شيخنا الحبيب رضي الله عنكم سيدنا وبرك في عمركم في طاعته اللهم أمين ارتبط في أذان الناس الدكتور متولي البراجيلي بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والله وهذه يعني عظيمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجمعنا أعيكم بصحبته عليه الصلاة والله أمين شيخنا الحبيب صهرة جديدة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محتاجين نتكلم في أمور كثيرة تخص هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام الهجرة النبوية هذا الحدث الضخم في تاريخ أمة الإسلام لكن قبل أن نتحدث عن هذه التفاصيل وما حدث في هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام محتاجين نسأل فضيلتك سيدنا هل الهجرة تبدأ بالقلب أولا؟ وإحنا عندنا حديث عظيم يعني قد يطرحه البعض فيحدث منه استشكال عند البعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فالبعض يقول كده خلاص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال ما فيش هجرة لا هجرة بعد الفتح ما رأي فضلتك فيها تكله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري وأسلي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا جعلته سهل وأنت تزعل الحزن إذا شئت سهلا جميل أن هناك ارتباطا بيني كما استفضلت حضرتك بين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما أصدنا هذا الارتباط لطول المدة التي تكلمت فيها عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى اللهم أمين نحن والسادة المشاهدين هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أحداثها كبيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا للوقوف على بعض الفوائد والمواقف التي كانت في أثناء الهجرة والكلام عن الهجرة في كل عام يتجدد مع الإشارة أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في المحرم شهر الله المحرم لما هي كانت في ربيع أول لكن الاحتفال بالعام الهجري يبدأ من المحرم لأن عمر رضي الله عنه لما شاور الصحابة في مسألة التاريخ كما ورد أبي موسى الأشعرية رضي الله عنه قال تأتينا رسائل منك لا نعرفه تقول شعبان شوال لا ندري أي شعبان وأي شوال فتشاور النبي عمر رضي الله عنه مع الصحابة فوصلوا في رواية تقول أن علينا رضي الله عنه طرح أن يكون هذا من الهجرة يعني بداية التاريخ من الهجرة ورواية تقول أن عمر هو الذي طرح الشهادة أنهم تشاوروا هل يجعلون بداية التاريخ الهجرية من موت النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا يجدد الأحزان هل من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هل من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هل من مولدي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أرى أن نؤرخ بالهجرة فإنها أكبر حدث في تاريخ الإسلام إذ بدأت به الدولة الإسلامية وبالفعل بدأ التاريخ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قالوا من أين نبدأ هل من تاريخ الهجرة الحقيقية في ربيع أول عفوا هنا قد سيستشكل عند البعض يعني الهجرة الحقيقية لم تكن في صفر وليس في ربيع خرج النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر صفر ودخل المدينة في الثاني عشر من ربيع أول في الثاني عشر في يوم مولده في يوم على خلاف يوم المولد يعني القول يعني في المولد في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم فهو دخل فرح الوفاق أظن ثابت في الثناشر ربيع ثابت آه في الثاني عشر من ربيع اه الخلاف في المولد في المولد نعم هناك قول انه ولد في الثاني عشر من دخل قوله من الأقوال يعني فدخل المدينة في الثاني عشر من ربيع أول ولماذا هنا أشيقنا الحبيب لم تكن بداية التأخر الهجري من دخول المدينة او من خروي المكة الين بدقوش من سفر بقى هو الشهر الأول مثلا نعم هو عمر قال رضي الله عنه إن مختتم الحج يكون فيه زي الحج والناس يعودون بعد نهاية الحج فيعودون نهاية النسك فيبدأون من شهر الله المحرم فده نهاية النسك فنبدأ من نهاية النسك وهو الحج أنت في زي الحج الشهر الذي بعده مباشرة نبدأ به سنة جديدة هو شهر الله وأيضا كأنها بداية جديدة مع الله يعني لما الحج ورجع مغفور له أيها جميل يستقبل سنة جديدة مع ربي سبحانه وتعالى طاعة بعده إن وفق أن يحج إلى بيت الله الحرم فالهجرة تبدأ أولا بالقلب 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 فالإنسان يهاجر بقلبه قبل أن يهاجر ببدنه الهجرة بالقلب فهؤلاء الصحابة الذين كانوا يعيشون في مكة كانت قلوبهم ليست مع هؤلاء الناس سبحان الله مع الكافرين وإنما كانت قلوبهم مع الله نعم سبحانه وتعالى هم هنا الناس في وادي والصحابة في وادي آخر إن صح التعبير يعني في وادي آخر تماما نعم فالهجرة بدأت بالقلب إذ هجروا الكفر إلى الإسلام هجروا المعصية نعم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فقلوبهم لم تكن مع هؤلاء الناس كانت كارهة لهؤلاء الناس والبدن هو مجرد يعني بدن يتحرك بين بين هؤلاء الناس لكن القلب كان مهاجرا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المهاجر من هجر من نهى الله عنه والمسلم من سالم المسلمون من لسانه من لسانه يعني هنا عرفا دكتور المهاجر من هجر من نهى الله عنه يعني أنا ممكن هنا أقول أن هذا مهاجر بقلبه بنيته وإن لم يكن هناك هجرة كما قال النبي له هجرة بعد الفتح نعم لم تكن هجرة بالجوارح لكن هجر الكفرة أو هجر الشركة أو هجر المعاصي بقلبه فصار مهاجرا هو مهاجر نعم لكن هو المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ليس بقلبه فقط وإنما بقلبه وبعمله وبكله ينتهي عما نهى الله عنه ويأتمر بما أمر الله به وينتهي عما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وينتهي عما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فذلك مهاجر فمجتمعاتنا الإسلامية ممتلئة بالمهاجرين ممتلئ بالمهاجرين أولئك الغرباء الذين يعيشون لا أقصد بلد المعيلا لكن أقصد البلاد الإسلامية التي انتشر فيها البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فظل هؤلاء يهاجرون بقلوبهم وأرواحهم إلى ربهم سبحانه وتعالى فالأمر بالهجرة بالبدن كان يسبقه الهجرة بالقلب كانت قلوبهم مهاجرة لكن عفوا دكتور حتى لا يقتطع الكلام من السياق أو يفهم على غير محله في نقطة الحديث عن بلادنا المسلمة الحمد لله حفظها الله جميعا الحديث عن الهجرة لا ينطبق عليها الآن كلام فضلتك ينطبق على من يعيش في بلاد الشرك أو بين الظهراني المشركين أو ما شابه أو حدث عنده مثلا ظروف معينة ضاقت عليها الدنيا فاضطر للهجرة أليس كذلك؟ أه بلى أنا أقصد أنه لا شك أن البلاد الإسلامية ممتلئة بالمعاصي والمنكرات يعني هذا مشاهد يعني هذا مشاهد فالإنسان عندما يرى هذه المنكرات وهذه المعاصي فإنه يهاجر بقلبه يهاجر بقلبه نعم ويبدأ بجسده بعيد بجسده عن المنكرات وعن المعاصي إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا عملت الخطيئة في الأرض فكان من حضرها وأنكرها كمن غاب عنها نعم كمن هو موجود لكن مقصود فضلت لكم بقلبه بقلبه باللسان إن استطاع لما استطعها أو لأنه في رواية فكرهها نعم فكرهها ومن غاب عنها ورضيها كان كمان شهدها فهنا يبين لنا النية في المسألة لكن مقصود فضلت لكم هيسة الهجرة أنك توسأته هاجر تغادر البلاد لا هجرة من بلد إسلامي نعم ببال حضرتك إنما الهجرة من بلاد الكفر وأيضا من بلاد الكفر إذا ضيق على الإنسان أن يقيم دينه ونأتي إلى كلام الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وسائق مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعون حيلة ولا يهتدون سبيل فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا نعم هتجد هنا استضعف وإن استضعف طبهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض هذه دعوة هذه دعوة لكن لأن الله سبحانه وتعالى عزر في الآية التالية قال إلا المستضعفين نعم على الحقيقة إنما الأول في الآية كلام فقط نعم مجرد كلام نعم يعني أنتم قمتم في ديار الكفر وبين ظهراني الكافرين وما استطعتم أن تقيموا دينكم نعم وكان عندكم القدرة أن تتركوا بلاد الكافرين إلى بلاد تقيمون فيها دينكم بلاد الإسلامي ولم تفعلوا فهم اعتذروا ماذا كنا مستضعفين في الأرض هذه دعوة بطلة لأن الاستضعاف هنا غير الاستضعاف الذي الله سبحانه وتعالى عزر به الآية التالية ولذلك الله سبحانه وتعالى سألهم فيها في الآية يعني أن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نعم فالكنا مستضعفين في الآرض وإن كان في سبب أسباب النزول أن هذه الآيات نزلت في جماعة في مكة لم يهاجروا وفتنوا في دينهم بل خرجوا مع الكافرين في غزوة بدر يعني يكثرون الصفة مع الكافرين في غزوة بدر فنزلت فيهم هذه الآية وإن كان كما هو معلوم إن الآية لا تقصر على سبب النزول يعني الآية مستمرة على مدار العمر يعني مدار الحياة القرآن لكل زمان ومكان ده صحيح ده قاعدة عند الأصوليين أن الآية لا تقصر على سبب النزول سبب النزول يدخل فيها دخولا أصيلا وكذلك الحديث لا يقصر على سبب الورود وإنما سبب الورود يدخل فيه دخولا أصيلا لك اللي يكتفى عليه ويأخذ منه التشريع يعني أيها عام وتشريع عام لأن البعض قد يقصر يعني يقول هذه الآية نازلت في جماعة من الكذا وكذا لا الآية لا تقصص هنا لا تقصص شيخنا كما تعلمنا من فضلتك لا تقصر على سبب الورود سبب الورود يدخل فيها لكن هي على عمومها ولا يصح أن أخصصها لجماعة أو لشخص بعينه إلا لو جاء السبب قرينة قرينة بعض الآيات التي نازلت في النبي عليه الصلاة والسلام ترجي من تشاء من هنا نعم تقول إليك من تشاء فهذا معروف أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن الأصل أن كل آيات القرآن أوامرنا على العموم نعم إلا ما خرج بقرينة فالبعض قد يقول لا لها سبب نزول نقول لا إن الآية على عمومها فأولئك دعوا أنهم كانوا من المستضعفين في الأرض فهذا كانت دعوة مجرد دعوة باطلة لكن الاستضعافة الحقيقة الله عزر به نعم سبحانه وتعالى وهذا قلت لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من الحديث طبعا في مكة بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيه هل معنى ذلك أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام توقفت لا لم تتوقف لم تتوقف نعم إنما هي قائمة إلى يوم القيامة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا حديث صحيح حديث لا تنقطع الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة سبحان الله يعني حتى تقوم الساعة ها حتى تقوم الساعة لأنه أعرف حتى تطلع ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها هزي من العلمات الساعة الكبرى نعم شمس من الشمس إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة هذا يا شيخنا الحبيب يؤكد أكيد قوي جدا على جهل من يقول لا هجرة بعد الفتح بعد الفتح معناها ما فيش هجرة يعني ها لا هو يخال ان الهجرة انتهت لا لا هجرة من مكة الحديث هو صريح يعني هديث آه لا هجرة من مكة حتى في الحاجة الحديث نعم من العلماء من نظروا لا هجرة بعد الفتح وجوبا من مكة إلى أنها صارت ضر إسلام نعم وهذا من معجزات النبوة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا هجرة بعد الفتح معناه أن مكة ستصير ضر يعني صارت ضر إسلام وستصير ضر إسلام إلى يوم إلى قيام الساعة نعم فهذا من معجزات النبوة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لا هجرة بعد الفتح لا هجرة من مكة لأنها صارت ضر إسلام نعم إلى المدينة أو من غيرها لأنه زي ما حالك عارف إن كل من أسلم من أي مكان كان يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة في هذا التوقيت في هذا التوقيت أي وقوب أي وقوبا يعني من أسلم في اليمن اللي وجدنا الأشعريون هاجروا من أسلم من هنا من أسلم من هنا كان يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة هذا شيخنا الحبيب في بداية الهجرة فقط ولا ظلت طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى الفتح حتى الفتح حتى بعد الفتح دخلت الجزيرة العربية ودخل الناس في دين الله أفواجه بعد فتح مكة مباشرة كان عامل وفود دخل الناس في دين الله أفواجه لكن ما قبل الفتح كان لابد على من يسلم أن يأتي إلى المدينة أن يأتي إلى المدينة مهاجرا حتى إن كان عنده ظروف لا يستطيع يأتي يبايع كان الوفود التي جاءت في عامل وفود يأتي للمبايع لا يشترض أن يقيم يبايع ويمشي يبايع ويمشي لأنه كان المقصد وقتها أن تقام دولة إسلامية فكل من أسلم في مكاني يبقى وهنا يبقى وهنا يبقى طب كيف تكسر عدد المسلمين فكانت الغاية هكذا فحتى في هذا الحديث منهم من قال أنه لا هنا ليست على أصلها فإذا كده في الله لن نفية عندنا إما لا نفية للوجود ولا نفية للصحة ولا نفية للكمال نعم يعني أبسطها كده يعني ما إحنا قاعدين هنا فأقول إيه لا تكيفة في المكان لا تكيفة في المكان فإذا أول ما تسمع أنت كلام تحمل النفية على الحقيقة على الحقيقة لا في وجود تقول بالفعل لا تكيف في المكان طب أنت نظرت وجدت تكيفا لكنه لا يعمل قلنا ده نفي صحة يبقى ونفي الصحة مع نفي الحقيقة ونفي الجود يشتركان في إفساد نعم في إفساد المنفي أو في في تكيف بس لا يعمل نعم اسمه نفي صحة طب في تكيف يعمل طعيف لكن ليس بالشرق بإيه كما نحب اسمه نفي كمان ده دي قاعدة مهمة جدا في النافي نعم لأنه كثيرا ما نجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والله لا كذا والله لا يؤمن والله لا يؤمن لا أمل لم يأمن جاره بوائقه لابد أن ننظر هل نفي نفي حقيقة أم نفي صحة أم نفي كمان نفي الحقيقة ونفي الصحة ما إيش هدخلنا لا أحتاجين نعمل برنامج الأصول لازم تحتم علي ده ده هو خلانا نخرج عشان هو لهجرة بعد الفتح إن فريقه من آله المقال إذا نفي نفي كمال بمعنى أنه من هاجر بعد فتح مكة لا يتحصل أجر من هاجر قبل فتح مكة لا يستوي منكم من أنفط من قبل فتح وهاجر أولئك العظم من درجة عند الله ده صحيح فريق قال إن الله هنا ده اللي خلانا نقول لله قال إن الله هنا النفية ليست على حقيقتها وإنما هنا لنفي لنفي الكمان لنفي الكمان نعم تمام جدا إذن الهجرة كما ذكرت فهو الدكتور تكون بالقلب أولا نهاجر العبد بقلبه وكما ذكرت حالي كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الهجرة أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وحديث لهجرة بعد الفتح فضلتك أوضحت المقصود في الحديث كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه إجابة على سؤال هل انقطعت الهجرة أم لا لا الهجرة لا تنقطع كما ذكرت كما قال النبي عليه الصلاة نعم إلى قيام الساعة يعني والآيات التي ذكرنا أي والآيات التي ذكرنا هؤلنا شيخان حبيب محتاجين نعود مرة أخرى إلى الهجرة النبوية وفضلتك قلت في البداية في مسألة التاريخ لما سيدنا عمر تحدث عن الهجرة فقلت أن الهجرة هي أعظم حدث في تاريخ أمة الإسلام هذه الجملة عظيمة جدا يعني هل الهجرة هل نقدر نقول فعلا الهجرة هي أكبر حدث في تاريخ أمة الإسلام ليه ما نقولش أن الإسراء والمعراج هي الحدث الأكبر ليه ما نقولش أن فتح مكة كان هو الحدث الأكبر بأن فوتحت مكة المكرمة ودخل الناس في دين الله أفواجه بعد عامل وفوضة الفتح الأعظم نعم ليه فضلتك ذكرت أن هذا هو الحدث الأعظم في تاريخ البشرية وفي تاريخ أمة الإسلام نعم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج هو أعظم رحلة على مدى تاريخ البشرية نعم لأن الإسراء وعرجة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى إلى صدرة المنتقى لكن هذا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن بالنسبة للأمة لا شك أن الهجرة من مكة إلى المدينة من أعظم الأحداث في تاريخ المسلمين لأن فتح مكة فتح الأعظم لكن فتح مكة ترتب على الهجرة لو لم تكن الهجرة ما فتحت مكة فهي الأصل هو الهجرة لأنه لما خرجوا من مكة إلى المدينة كانوا جماعة قليل العدد صحيح قليل العدد وضعفاء لا ممتلكات ولا مال ولا أي شيء أيوة فكان عددهم قليلا حتى أن عمر رضي الله عنه لما أسلم وطاف حول البيت وأعلن إسلامه قال والله لو كنا سلاسمائة وبضعة عشرة لأخرجناكم منها أو أخرجتمونا منها يعني شوف كان العدد قليلا وده عدد بدر وستينا عالوحنا زلتمية كنا ماشي أخرجنا قريج يعني أخرجتمونا أو أخرجناك وده كان من عمر رضي الله عنه هذا العدد وكان عدد غزوة بدر كان عدد المسلمين غزوة بدر نعم 340 طاجر صحيح كان عدد في المسلمين فخرجوا هم في قلة وأعداد قليلة جدا ومدينة أقيمت الدولة الإسلامية وانتشر الدين الإسلامي في ربوع الأرض بداية من المدينة بداية من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام نعم شيخنا الحبيب خلينا ندخل في أحداث الهجرة بشكل أكبر وبتفصيل أكثر لا سيئمة وأن فضلتك شوقتنا إلى الحديث عن الهجرة بما فيها من تفصيل كثيرة جدا وفي الحقيقة مشيخنا جميعا وعلماءنا ودعاتنا بيتكلموا كثيرا عن الهجرة لكن نحن دائما ننتظر طرح الدكتور متولي البراجيلي في هذا الشأن الذي يخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو نبدأ في البداية أسباب الهجرة لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام لا سيئمة دكتورنا الحبيب أن الأمر في قسوة حقيقة يعني لا أقصد استغفر الله أن أتهم رسول الله عليه وسلم لا أقصد إحنا كبشر يعني أن تخرج من بيتك ومن مالك ومن كل شيء وأن تجرد وفضلتك علمتنا قصص الصحابة الكرام وتسمع من فلان وفلان من الصحابة إذ يترك ماله ويترك زوجته ويترك موضوع صعب جدا يعني إيه الأسباب التي دعت إلى الهجرة وإلى أن يخوض النبي صلى الله عليه وسلم هذه التجربة الصعبة جدا ليؤسس دولة الإسلام نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الهجرة ليست مقصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الأنبياء هاجروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه لما يأتي نبيهم الأنبياء بدعوة فالقليل من يتبع والكثير من يعادي وهؤلاء الذين يعادون القلة يؤزونهم ويهددونهم ويتوعدونهم ويقولون إن لم تستمع إلينا خرجوا ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي كما قال ورقنا فهذه سنة الله الماضية في الأنبياء والرسل من أول إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربينا والعزيز الحكيم فالأنبياء هاجروا فنجيناه ولوضا إلى الأرض التي باركنا فيها وسيدنا لوط هاجر وزنون عليه السلام هاجر لكن هاجر بغير أن يأذن الله له نعم لذا كان لما ساهم فكانوا متحضين لما التقموا الحود لأنه لما كذب فإنه خرج دون أن يأذن الله له ولا يجوز لنبي أن يهاجر إلا أن يأذن الله له سبحانه وتعالى فليست اجتهادا منه وإنما عندما يؤمر أمر من الله أمر من الله عندما يؤمر يخرج النبي فالأنبياء هاجر نعم موسى عليه السلام هاجر وإن كان قد هاجر قبل البعثة لما فر من مصر لكنه بعد ذلك لما كذبوا فرعون أخذ بني إسرائيو كان يهاجر أرض مقدسة لما قال الله فتيهه في الأرض أي وفي سيناء ما وصلوا إلى الأرض مقدسة لما عصروا عبدوا العجل فتهوا في الأرض أربعين سنة في سيناء عيسى عليه السلام يقال إنه هاجر وهو هاجرت به أمه لحلة العائلة المقدسة يعني موجودة عند أهل الكتاب لكن أنا لا أقف على سنة دي عندنا نعم لا أقف على سنة دي الشاهد إنه الأنبياء هاجروا نوح عليه السلام وهاجر من أرضي بالسفينة نعم واستوت بعد ذلك نعم واستوت على الوجودية نعم نعم فالأنبياء هاجروا فالله سبحانه وتعالى وعد أن ينصر رسله ومن اتبع رسله وأنبيائه أو إِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُوا الْأَشْهَالِ فهذا وحد الله سبحانه وتعالى لكن النصر قد يكون في ذات الأرض نعم أو يخرج هاجر ويرجع كما مع نبينا عليه السلام كما حصل مع رسول الله عليه السلام أيوان هاجر ورجع وفي سنوات قليلة في عمر الزمن النبي عليه السلام فتح مكة في العام السامن يعني بعد بمشي بثمان سنين يعني في عرف مقاييس الدنيا والحروب ده اليهود في غزة قاعدين لهم بيحاول لهم سنين يعني قالهم سنين عارفين أيوانا ده صحيح بل في العام السادس اعترفت قريش بالنبي يعني سوى سلام المسلمين في صلح الحديبية ده في العام السادس يعني فتح مكة في الثامن في العام السادس كتبت وثيقة بهيلم عمر معنى ذلك أنهم اعترفوا بالمسلمين كقوة ده بعد ست سنوات أو خمس سنوات يعني في العام السادس وده شيخنا اندل فإنما يدلوا أيضا على أن الله سبحانه وتعالى توعد بنصرة هذا الدين وسينصره سبحانه وتعالى سينصره سينصره بعد ذا إلى قيام الساعة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوام ويأبى الله شوف انت يأبى الله دي الإنسان بجسمه يكشعر أيو الله مرعبة ويأبى الله دي ويأبى الله يعني كفاءة الواحد حتى لو وقف عليها شوف ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر فالهجرة ماضية وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم انت حدرك سألت عن أسباب الهجرة نعم كانت مكة طارضة والطائف طارضة نعم وكانت المدينة مستقبلة ازاي مكة أولا آذوا النبي عليه الصلاة والسلام من أول مدعاه نعم أول ما دعاهم إلى الإسلام ما تركوا شيئا إلا فعلوه مع رسول الله أبو جاهل وأبو لها أبو عقب نبي معيط وعقب ابن ربيع ساحر مجنون وكاهن شاعر وابن أبي معيط يأتي بسالة جزول يضعها على النبي عليه الصلاة والسلام الوليد ابن المغيرة شوف اللي إذن مغيرة كان بيعمل إيه وهذا أمر يعني وأنا دائما أتذكره أمر صعب لأنه إذن مغيرة كان بيعمل إيه والنبي عليه الصلاة والسلام يمر في أي مكان يغمزه يلمزه صلا أنت عارف يعني إيه بقيله لكل همزة اللهم نعم الهمزن بالفعل يعني زي كنت كلما تعدى علي ده لحنا في طيب الآن وكلما مرنا على أحد غمزنة ولمزنة ده فيها يعني إيه آه فيها إهانة شديدة نعم كلما مر النبي عليه الصلاة والسلام غمزه ولمزه وقال فيه كلاما يعني إيه سيئا وكانوا يقولون عليه مزمم نعم عليه الصلاة والسلام أبو لهب عمه أبو لهب عمه أمر عطبة وعتيبة اللي هو أبناء نعم أن يطلق بنات بنات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أوزي يعني بكل أنواع الإزاء حتى مسألة الدخول في شعب أبي طالب وإن كانت الحديث نفسه مرسل لأروى بن الزبير لكن أصل القصة موجود الحصار تم ثلاث سنين في عمل في شعب أبي طالب اللي هي دي القصة دي يعني مرسلة نعم يعني مرسلة القصة من أقسام الضعيف كما تعلم لكن أصل الموضوع موجود لأن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال إن نازلونا غدا بخيف بني كنانا حين توعدوا على الكفر وعن الحصار فده يثبت لأن أصل القصة وده في الزبير أظن في حديث سيدنا لما النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة أي يوم مرة أصعب في الطائف في الطائف وقال يوم ما أخرجوا أيوة في الطائف سيأتي معنا فكانت النبي عليه الصلاة والسلام ظل لمدة عشر سنوات صلى الله عشر سنوات كاملات صلى الله عليه وسلم يتتبع الناس في المواسم وفي الأسواق تتعلم أن العرب كان يعقضون أسواقا للشعر يعني سلع يبيعون أسواق للشعر والناس زي المجاز والمجنة والأسواق دي فكان نبي عليه الصلاة والسلام يتتبع هؤلاء الناس لا يزيدوا على أن يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة صلى الله عليه وسلم كان الناس يجتمعون عليه كمجنون سبحان الله ولا يستمع إليه أحد حتى أن الناس الخارج من اليمن أو من أقصى الجزيرة العربية كانت الوصية وخارج كما يعني يوصي بعضنا بعضا عند السفر كانت الوصية احذر صابق قريش صلى الله عليه وسلم فكان هؤلاء يأتون وعندهم يعني ينظرون إليه يعني في ريبة الدطيل بن عمر كان بيقول حتى وضعته في أذناء كرسوفة مش عاوز يسمع رسول الله حتى لا أسمع لأنهم الكبار في قوم يحذرون لا تستمع إليه عشر سنوات كاملات والأحد يستمع إليه على الإطلاق عليه الصلاة والسلام أوزي المسلمون ليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام كل النبي عليه الصلاة والسلام كان في منع بسبب عمه وكذا لكن هناك وجدنا المستضعفين والمسلمين أوزوا في الله سبحانه وتعالى لذا النبي عليه الصلاة والسلام في العام الخامس من بعساته أمرهم بالهجرة إلى الحبشة صلى الله عليه الصلاة والسلام في العام الخامس نعم أحد عشر رجلا وأربع نساء في العام الخامس من البعسة قرأت المستشرقة حقيقة وكانت في لحظة الصدق نعم سواء الهجرة الحبشة الأولى أو الثانية لأنه الهجرة الثانية كانت في العام العشر من البعسة وكان العدد يتجاوز السمانين رجلا ومعهم النساء والأبناء يعني كان عددا كبيرا والأمير كان جعفر نعم ابن أبي طالب هذه المستشرقة تقول إنما فعله محمد طبعا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا أحد في تاريخ البشرية إذ أن القادة يستكسرون بالأتباع لكن هذا النبي العظيم لما تكاثر الناس قال ارحلوا للأمان واتركوني للأزى الله سبحان الله فكان سبحان الله يحافظ على أمته على أتباعي حتى لو هو تضرر صلى الله عليه وسلم وهو بقي هو عليه الصلاة والسلام هذا قالت لم يحدث أن عرض أنت تدعو الناس تريد أن تكسر الناس من حولك صح؟ لكن النبي عليه السلام لما رأى الأزى يقع على أباو الناس لم ينظر إلى نفس نظر يعني بمفرده صلى الله عليه وسلم وأنه يريد هؤلاء الناس ليكثروا العدد في مكة يعني يؤذون فقال فأمرهم بالهجرة للحبشة فيها ملك عادل اللي يظلم عنده واحد حتى يجعل الله لكم مخرجة إذا كانت الهجرة مسبوقة بهجرة الحبشة الأولى نعم وبهجرة الحبشة الثانية الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام ظل على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام ودعو نعم وهنا عفوا سيدنا التحمل العجيب من رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام وهو كان بييده أن يمشي مع الصحابة يعني يروح الحبشة مرة الأولى أو مرة الثانية لكن هو عجيب اي بي وفي التحدي والشجاعة اللي عنده صلى الله عليهisl上 حتى أمره الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في العام العاشر كما تعلم عمه النبي صلاة وماتت خديدة عامل حزنا آه وإن كانت طبعا تسمية عامل حزنة وأعمل أحزن لم تثبت هذه موجودة مشهورة لكن لم تثبت في كتب الحديث نعم مشهورة لكنه فهذا العام النبي عليه الصلاة والسلام اشتد الأذى عليه فقال أخرج إلى الطائف الطائف ليست هجرة كان هنا بإذن من الله سبحانه وتعالى ليست هجرة الطائف يعتبر ريف مكة هناك أواصر وصلاة ما بين أهل الطائف وما بين أهل مكة العباس يتزاوج من الطائف وما الطائف يتزاوج من مكة يعني كان فده ليست هجرة إنما هي رحلة دعوية فهو خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف ليدعو الناس ربما يجدوا قلوبا يعني تستمع إليه زانا تصغي إليه فالحقيقة إنه كان رحلة الطائف اللي حالا كنت أشرت للحديث لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أحد قالت بعد أحد عدة سنوات قالت رسول الله عليه الصلاة والسلام هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد طبعا وضعت له يوم أحد ده يعني أصعب يوم كسرت ربعية النبي وشجت رأسه وخلع كتفه عليه الصلاة والسلام قتل سبعون من أصحابي وأسر قتل سبعون من أصحاب قتل سبعون من أصحاب وقتل حمزة 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 عم النبي عليه الصلاة والسلام فقتل فيه سبعون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتل وأسر سبعون وسبعون ده في بدر من الكافرين فقتل سبعون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمام عينيه لذا أم المؤمنة عائشة تقول هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم واحد قال قال نعم مر علي يوم الطائف بقى. نعم. اه حين يعني ايه اه حين ولقيته من قومك. طبعا هم ليسوا قومه. نعم. لكن هو يعني من من قريش يعني. لماذا قال قومك هنا؟ هو من يعني من قريش لزاكة كما قال النباع السلام لو لان قومك حديثه عهد بكفر لأمرت بالكعبة. يعني هو يقصد ما القراشيين. اه قرأته هنا حديثا سيدنا وفضلك طيان صح لنا. اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه 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 عن يوم الطائف هذا لما رد على عائش رضي الله عنه وقال يوم حطمان الناس. حطمان الناس. نعم. ربما في رواية من الرواية انه فعلا هو امر الصبيان اه والمجانين ان يقذفوا نباع السلام بالحجار. الله الله. فقدميت اه قدم النبي عليه الصلاة والسلام الشريفتان. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فده كان اشد يوم يمر على النبي. نعم. ومع ذلك لما جاءه جبريل عليه السلام وملك الجبال. وقال مرني ان اطبق عليهم الاخشبين. الجبلين. فقال عسى الله ان يخرج من الاصلبين من يوحدهم. هنا يعني انا كلما استحضرت هذا الحديث دكتور. اه. لحظة الانتقام هذه. لحظة انتقام جهزة قدام. انا انتقم من هؤلاء الذين. اه. اه. خلاص في لحظة عفوا يبقوا لحمة مفرومة يعني. عذاب شديد. انتقام. اه. 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 لماذا لم ينتقم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين اذوه. وكان هذا الانتقام باذن من الله ب infer وان النبي عليه الصلاة والسلام هو اه. اه 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 ا كان رحيماً بالناس. اه خرج من صلب الوليد خالد بن الوليد وخرج من صلب أبي جال أكرم ابن أبي جال وغيرهم وغيرهم وهنا الدعوة كانت صادقة عسى الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا شيء يجي وليس عبادة فقط فتحوا البلاد ودانت لهم البلاد والعباد فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على الأزى الكافرين ولأن الله سبحانه وتعالى وعده أنه سينتصر 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 وأن النصر قادم قادم لكن في هذه اللحظة الآنية النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر لهذه اللحظة يعني لم ينظر إليه ولم يدعو دعوة عم على قومه كل الأنبياء دعوات عم على قومه نبي عليه الصلاة والسلام يدعو دعوة عم على قومه واتدخرها اليوم القيام فهذا كان أشد الأيام على رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول يوم فإذا رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم هو حزين حزين جدا لانه ماتت زوجته خديجة وهو وحيد الان مات عمه الذي كان بمثابة خديجة رضا لانه جابه داخلية عمه جابه خارجي ووصل اليه الازى حتى سيتولى حمايته العباس وهو كافر قبل ان يسلم لكن كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم اه ووصاهه ابو طالب قبل موته اه اه اوصاهه ابو طالب اه 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 قرأته ايضا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نالت مني قريش باذى الا بعد موت عمه ابو طالب نعم موجود موجود انه فعلا الازى وصل النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه لكن كان يتولى العباس لكن عفوا لما كان ابو طالب رغم انه مات على الكفر طبعا لكن لما كان حيا كان تهابه قريش ايه طبعا تهابه قريش تهابه قريش وانت تعلم يعني انه لما ذهبه انه هو يعني قال ادعو ما شئت فلن يتعرض اليك احد ومع ذلك كان يتعرضون له اه يعني مكان ادعو لن يتعرضوا له لان حياة ابو طالب ايه لكن تعرضوا له تعرضوا له هو الازى اللذي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام في حياة ابو طالب فهو كان يحميه بقدر المستطاع لكن الازى وصل اليه يعني سلى الجزور الذي ألقي عليه في حياة ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام والعشرة او اكثر اللذي اجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام واخذوا يضربون فيه وساجد صلى الله عليه الصلاة والسلام ما في حياتي حتى ذهب اليه ابو بكر رضي الله عنه فكان الازى يصل لكن هو كان يحميه من بطشهم من قتلهم يعني من قتله يعني بيعملوا حساب ايه من قتله يعني ايه لا يستطيع احد ان يعتدم على السلام بالقتل لكن الازى كان يصل ومع ذلك ومع ذلك شخنا الحبيبي يعني رغم كل هذا الدفاع الذي دفعه ابو طالب عن رسول الله يا صلاة ايوانا الا انه رفض الاسلام رفض الاسلام وكان يعلم ان الاسلام هو الحق كان يعلم ده له قصيدة اه لو للملامة او حذاري مسبة لو وجدتني سمحا بذك مبينة ايوانا له قصيدة وهو الذي لما سأله ابنه اتبع محمد قال اتبع عجيب اتبع من في اولادي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه علي ابن ابي طالب تبالحنا وجعفر ابن ابي طالب قال اتبع فسبحانه الله الكبر نعوذ بالله من الكبر هو الكبر هو الذي منع عم النبي عليه الصلاة والسلام ان يدخل الى الاسلام لانه لما وانك لا تهدي من احببته لكن الله يهدي من من يشاء وكما تعلم حضرتك هو لو ان الله سبحانه وتعالى قدر ان يدخل عم النبي الى الاسلام لكان لكن هو في النزع الاخير والنبي عليه الصلاة والسلام وجد عنده ابا جهل وغيره يعني وجد ثلاثة من صناضيب قريش والنباع السميع يقول يا عم قل لا اله الا الله احاج لك بها عند الله ومن القيامة وابو جاه يقول تعرض عن دينك ودين ابائك ودين اجدوه وقال لو لان اعير بها لا اقررت بها عينك اه اعير طب تعير هو هنا شيخنا الحبيب نقطة مهمة وهي نقطة الصحبة ايضا واحد صاحبه ابو جهل ايه اخر عشان سوق الختام سبحان الله سبحان الله عشان كده الانسان في اسناء موته من توفيق الله ان يحضر موته الصالحون سبحان الله يذكرونه بالله ربنا عافينا نعم ربنا عافينا من ابو جهل ومسهله يعني يذكرونه بالله اينا اه ده من توفيق الله سبحانه وتعالى لكن هو ايضا نظرة نظرة آنية ونظرة تحت قدمي قال يضر الشاة سلخوا بعد زبحها نعم كما قالت اه اسماء اسماء نعم لكن هنا شيخنا سامحني يعني من اضطرق نتفرح عن الموضوع لكن جعل له في فائدة يعني اه ابو طالب اه رفض الاسلام لكنه كان يقر بان الاسلام هو الدين الحق ايوة نعم وكان يود ان يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه اي لكنه خشي من قريش اي هنا ابو طالب يعني يعلم ان الرسول على الحق صلى الله عليه وسلم وكما قلت فضلتك هو سمح لعلي وسمح لجعفر وسمح لأولاده بان يلحقوا برسول الله عليه وسلم اه اه فكرة برضو اه لو لا انني اخاف ان يعيرني بها القريش ايوة لا هل هو هنا يقصد ان من يدخل في الاسلام كان هو الفقراء والبسطاء والناس الغلابة يعني لا وابو طالب كان هو من علية القوم لا هو كان يقصد انه يقول انني قد جزعت من الموت ان جزعت منه مخاف اه لا مخاف يموت با رح قال اشهد ان لا الى الله اشهد انه وحبه رسول الله اخاف من الموت اه فقاله جزعا من الموت لكن مسألة التصديق بالقلب لا تنفع الانسان لا تنفع طب ما فرعون كان يؤمن ب قال امنته اه هو يموت ايضا هو يموت لكن قبل هذا قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوه هو الظلم والعلو ده اللي كان نفسه هو اللي في ابي طالب الظلم والعلو لكن شتان شتان يعني بين شتصية فرعون المجرم وبين ابي طالب طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في ضحضاح من النار لا يعزب منه الا قدمه نعم فاتدي نعلين من نار وأقل الناس عذابا أم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه دافع النبي عليه الصلاة والسلام ونافع عنه لكن الاستدلال احنا بنستدل إنه فرعون كان يعرف صدق موسى عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ماتس خديجة رضي الله عنه وأرضاها رجع النبي صلى الله عليه وسلم من موضوع الطائف وكان أصعب يوم مرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ويعرض نفسه على القبائل كل سنة نعم وعشر سنوات ولم يتوقف رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة دخلوا إلى الإسلام لماذا دخل هؤلاء الخازراجيين إلى الإسلام هناك أسباب الأسباب اليهود 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 عليهم لعنة الله اليهود هم الذين بشروا بالنبي الخات اليهود اليهود كما قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسوله من عند الله مصدقوا لما معهم وكانوا قبل يستفتحون نعم استفتح هنا وهنا سيأتي النبي نبيه آخر الزمان ونقاتلكم تحت لوائه وننتصر عليهم هو ده الاستفتاح فلما جاءهم عرفوا كفروا به لعنة الله على الكافرين فهنا هم الذين أسمعوا الأهل المدينة عن النبي وربنا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم نعم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون نعم ده صحيح ده اليهود أهل ياسر بالكفار قبل الإسلام استمعوا استمعوا وعرفوا النبي من اليهود نعم عليه الصلاة والسلام وسمعوا منهم الكلام عن الحساب وعن الجنة وعن النار وعن الآخرة من اليهود يعني اليهود كان لهم كانوا هم من أسباب أن هؤلاء النفر الستة يستمعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم قالوا فيما بينهم هذا النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقن اليهود إليه سبحان الله هم قالوا كان نفسهم يعني اليهود اللي قالوا كده وأيضا هناك سبب آخر وهو حرب بعاث التي كان قبل هجرة نبي عليه الصلاة والسلام في حالي خمس سنوات حرب بعاث كما تقول أمنا عشرة دلعنة كان يوما قدمه الله سبحانه وتعالى لرسوله حرب بعاث لأنه قتل فيه صرواتهم وجرحوا فيه الصلاة جمع السرية الغنية الوجهاء في حرب بعاث الحروب كانت ما بين الأوس والخزرج تعدت المئة السنة المئة السنة على أسباب تفه وابعاث ده اسمه مكان في المدينة نعم طار ينتصر الأوس طار ينتصر الخزرج والذي يزكي وقود الحرب هم اليهود اليهود هكذا دائما أهل الإجرام أيوة لابد يوجد في مكان لابد أن يسير النزاعات والقلاقل هكذا اليهود هكذا ولم يتغيروا ولن يتغيروا نعم فصلت الحروب بينهم فوق المئة السنة يومه بعاث أخر حروب أخر حروبهم الملأ في يسرب قتله اللي هو زي أمثال ابن سلول نعم تخيل لو فيه كده عشرين ثلاثين زي ابن سلول كانوا عملوا معه صحيح لذا تقول أم المين عين شاية كان يوما قدمه الله لرسوله صلى الله لما قتل فيه له جهاء نعم وجرحه فيه ونظر الأوسيون والخزرجيون متى سننتهي من هذه الحرب نعم هم قالوا ننتهي ولأول مرة يتفقون بعد مئة السنة وفوقها زيادة من الحروب على ملك منهم وهو أباية بن سلول نعم قالوا نجعل ملكا علينا على يسرب لأول مرة يتفق الأوس والخزرج على ملك منهم وهو أباية بن سلول نعم لذا أباية بن سلول هذه الغصة ظلت في قلبي حتى مات بها لأنه الذي نزع كان كانوا رصعون له التاج نعم خلاص يصيروا ملكا فلما جاءت الهجرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام فكل ذلك زعب عنك نظل بهذه الغصة نعود إلى نعم نعم عليه الصلاة والسلام نعم إذا كان المدينة يسرب وقتها تستقبل ومكة طاردة والطائف طاردة هؤلاء الستة نفر آآ عادوا إلى إلى يسرب آآ يعني قبل لم تكن في هذه اللحظة سميت بالمدينة لا إلا بعد أنها جرب النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه الصلاة والسلام نعم فخرج الستة الستة صاروا آآ اثنى عشر نعم يعني تضاعف العدد عشرة من الخزرج وسنان من الأوس نعم وده جميل إن الأوس استمعوا امم أيضا ليه جاء الإثنى عشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة واللغة وبايعوا باعة العقبة الأولى وأرسل معهم مصعب ابن عبير صلى الله عليه الصلاة والسلام ليعلمهم الإسلام والقرآن وابن أم مكتوم نعم ليقرأ عليهم القرآن طبعا المصعب ابن عمير اكيد اتكلمته فيه فكان له اليد بفضل الله سبحانه وتعالى في انتشار الاسلام في المدينة العام التالي 11 النبي عليه الصلاة والسلام من بعثته التقى بالستة نفر العام الثاني عشر من بعثته التقى بالاثنى عشر فرضا في العام الثالث عشر جاء اليه 73 رجلا وامرأتان لابعة العقبة السنية لابعة العقبة السنية 73 رجلا وامرأتان جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا فيما بينهم الى متى سنترك رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤذى بين قومه لابد ان نأخذه فتوعدوا على هذا وكان معهم في هذا الموسم ابي ابي ابن كعب ابي ابن سلوش ابي ابن سلوش جاء مع 73 جاء مع وفض يسرب ساسر سبقون للبيعة وهو مع اليسربين الكافرين لكنه كان على نفاقه على نفاق كان كافرا لم ينافق بعد كان كافرا اصيلا فهو موسم حج فكان الموسم يأتي اليه كله لكن هذوق هؤلاء الجماعة من المسلمين هم الذين توعدوا سرا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكان بعيد واجاء معه العباس عباس عبد المطلق وهو كافر كان لسه مأسلم لم يسلم بعد يستوسق لابن أخيه فوقف وخطب الناس وقال انه في بلدي في أمان هذا هو العباس العباس رغم أنه كان كافرا كان كافرا لكنه أوصاه به أبو طالب إنه في بلدي في أمان فإن كنتم لن تحمونه فاتركوه لنا فوقف أبو الهيسم ابن التيهان أصغر القوم نعم من الأنصار وتكلم وتكلم كلاما جميلا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن قطعنا الحبال التي بيننا وبين يهود نعم وبيننا وبين القوم فأرأيت إن أظهرك الله سبحانه وتعالى يعني انتصرت نعم أترجع وتتركنا يا ربنا نصرك بقى سبنا وترجع فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل الدم الدم والهدم الهد يعني أنا معكم حياة الله أكبر وموتا أصالح وأسالح من تسالمون وأحارح من تحاربون يعني أعزل لهم أن حياتي وموتي معكم وبس هاخد منها أنتقل بس لأؤكد هذه المعلومة نبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين نعم عليه الصلاة والسلام أعطى اللهم مسلمة الفتح نعم بعض الكبار من مسلمة الفتح يتألف قلوبهم فقال الأنصار فيما بينهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حن لقومه وإلى بلده صلى الله وكيف لا يحن لها أفضل وأخير أرض الله وإلى بلده فوصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما وحيا أو نقل إليه الكلام فجمعهم جميعا الأنصار فقط جمعهم جميعا وقال لهم كلاما طويلا الشهد أنه قال ماذا لو رجع الناس بالشات والبعير ورجعتم برسول الله في رحالكم فقال والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنتم رأم من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار اللهم أمين فوفى النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني الذي قاله بل دم الدم والهجم الهج استمر عليه الصلاة والسلام ولم يعد إلى مكة رغم فتح مكة ورغم أنها خير بلاد الله أرض مكة ومكة هي خير بلاد الله وهنا عفوا شيخنا الحبيبي وفاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع وفد الأنصار اندلة فإنما يدل على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام موزي إذاءا شديدا وكأنه ينتظر هذه اللحظة التي يخرج بها من مكة إلى المدينة ولن يعود وكأنه وفيا معهم وظل على وفائه وظل على وفائه حتى قبض صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك في زي الحجة نعم في العام الثالث عشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالهجرة نعم هجروا إلى المدينة كان أبو سلمة رجل الله كان أول من هاجر قبل أن يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة وخرجوا وحدانا وهاجروا وبقي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه أخذ عدة الهجرة واستعدى لتنفيذ لأمر النبي هنا العدد اللي تبقى من الصحابة في مكة قليل جدا هاجروا كله هاجر حتى عمر حتى عمر أنا كنت قرأته أن عمر هاجر بعد رسول الله لا هاجر قبله قبل رسول الله لكن موقف عمر لما وقف وقال أنني مهاجر ومن أراد أن يتبعني هذا غير صحيح لا غير صحيح غير صحيح واتفق مع عياش بن أبي ربيع وواحد آخر اللي يحضرني اسمه كانوا أسلموا فاتفق معهم على أن يلتقوا على عدة أميال من مكة فجاء واحد فتن والآخر جاء إلى عمر لكن هو طاف حول البيت وخرج سرا متفقا ما عياش بن أبي ربيع وآخر نعم فضلتك بتذكر سيدنا وأنا أفكر في الأمر يعني كيف يكون ثقة له على النفس وبالزياد أن الصحابة الكرام كان منهم كبار يعني كبار قبائل وكبار في أقوامهم يعني عمر بن خطاب وصديق وغيرهم ففكرة أن رجل سيد في قومه ورجل كبير في قومه أنا أمن من الصعيد يعني من القبائل وأعرف هذا الأمر جيدا يعني فكرة أن يهاجر هذا الرجل الذي هو سيد في قومه أو كبير قبيلة أو كبير عائلة أو ما شابه ويطرق أمر صعب جدا إلا إن كان يعني فعلا خالط الإيمان بشجة قلبه بهذا الشكل العجيب كما بدأنا كلامه هاجر بقلبي أولا هاجر بقلبي هاجر فالبدن لاحق بالقلب أمر الجميع بالهجرة فخرج الجميع وخرج أبو بكر اليوهجر نعم فالتقى بإنما سام فقال على رسلك ربما يؤذن لي فقال يعني كان الصديق كان جاهز للهجرة كان خارج وأنه كان أمر الجميع كله هاجر وما كان للصديق إلا أن يقول سمعا وطاعا أيه طبعا فخرج فقال على رسلك حتى ربما يؤذنوا قال أترجو ذلك يا رسول الله قال أرجو ذلك فحبس راحلتين يطعمهم ورق الصمر الشجر قد إيه بقى يوم يومين ثلاثة أربعة أشهر أربعة شهور أربعة شهور الصحابة هجروا هم ليسا ما هجروش وأيوة وأن النبي عليه السلام ينتظر أن يأتي الأذن وطبعا المشركين هي بيترقبوا لأنهم لاحظوا أن كل الصحابة مشوا ما لاقوا كل الصحابة مشوا جنة جنون الكافرين هم كانوا عرفوا أنهم راحوا المدينة خلاص آه معرفوا عرفوا أنهم راحوا المدينة بل أرسلوا يتحادون وفي المدينة علموا أنهم ذهبوا إلى المدينة طيب أنت ككافر ولا أزونا مش أنت يعني رضي الله عنك لا بجهل يعني والأمسال أنتم ككافرين طارك لكم المسلمون الذين تؤذونهم من بلاد والمال وكل شيء وذهبوا إلى إلى بلادهم لماذا تنقمون منهم وما نقموا منهم إلا يؤونوا بالله العزي الحمير هم ما شفوا هم ما يعرفون أن المسلمين لن ينازعونهم في زعامة أي صحيح ولا في قيادة ولا في مال إنما هو ينازعونهم في مؤتقد هو وقالوا طالما العدد حول النبي عليه السلام يزداد عارف زي دوائر البحر كده بقل يزداد 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 وهو مع هذا الأزى فكيف إذا ذهب إلى المدينة العدد سيزداد وسيأتي إلينا فاتح فجلسوا في الأربعة أشهر يخططون لهذا حتى جاء اليوم الذي اتفقوا فيه على أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام الله لكن هنا خلال أربع شهور الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة مش هو وحده عليه الصلاة والسلام وبعض المستضعفين وبعض المحبسهم أهلهم وأبو بكر رضي الله عنه يستنتظر الإزن حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام والنبي ينتظر الإزن فكما قلنا كما قالت المستشرقة في هجرتائي الحبشة الأولى والسنة أنظر إلى هنا عظمة النبي عليه الصلاة والسلام والله كل أصحاب هاجروا تبقى لحضرتها كلهم هاجروا وهو الآن يتلقى أزا الكافرين فاتفقوا بقى كما قال الله سبحانه وتعالى إزا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله خير المكين يثبتوك يعني يحبسوك نعم هم يحبسوه ولا يقتلوه ولا ينفوه من الأرض فينها يوصلوا إلى القتل الرسولي إلى القتل نعم اجتماع دار الندوة لم يثبت بسند صحيح نعم إنهم اجتمعوا في دار الندوة لم يثبت بسند صحيح لكن معنا الآية إنه فيعلا في مكر حصل نعم وإزا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوه نعم فاتفقوا فيما بينهم على القتل اتفقوا على ذلك جاء الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن أخرج في هذا الصباح في صباح الغد نعم فلما جاء الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى صاحبه رضي الله إلى أبي بكر رضي الله عنه خرج كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنه كان لا يخطئ أن يأتينا يعني إيه غداة وعشيا كل يوم بييجي رب الله فرق خاصة أن كان عقد هو أصلا هو أحب الناس إلى قلبه عائشة آه قبل قبل زواج عائشة أبو بكر أبو بكر آه لكن بعد هو كان عقد على عائشة لكن لم يدخل به نعم ساعة الهجرة فالآن يوجد في هذا البيت أحب الناس إلى قلب من الرجال وأحب الناس إلى قلب من النساء من النساء فكان لا يخطئ أن يأتينا غداة وعشيا في كل يوم صلى الله حتى اليوم الذي سأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج في صبيحته جاء متقنعا صلى الله عليه وسلم غط وشه ويغط فيه قيلولة في الهجرة نعم وكان ما يخرجوش في هذا الهجرة لا قيلولة ما لا أحد يمشي في الشوارع فرقاه أحدهم فأخبر أبو بكر رضي العانو قال إن رسول الله جاء متقنعا فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أراه أتى في هذه الشعر إلا لأمر إلا لأمر فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخرج من عندك من أهلك لا يريد لأحد أن يعلم فقال إنما هما ابنتاي يا واحدة زوجتك عقبت علي عائشة الثانية أسماء الثانية أسماء إنما هما ابنتاي يعني لا تخف إنما هما ابنتاي نبقى يعني عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب إنما هما ابنتاي فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه قد أزن له عليه الصلاة والسلام قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة فبكى أبو بكر بكى لماذا بكى بكى من الفرح اسمع لأمر منعش تقول إيه ولم أكن أعلم أنه يبكى من الفرح قبل يومه هي زيارة يعني لسه طفلة يعني ست سنين سبع سنين صغير فلم يكن من خبراتها أو من معارفها أنها ترى أن الإنسان يبكي من الفرح البكاء يكون من إيه من الحزن نعم فتقول ولم أكن أعرف قبلها أن أن هناك بكاء من الفرح فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله علفت راحلتين ورق الصمر فقال راحلة بالسمن الله أكبر رغم أن أبو بكر أنفق مالها كله على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد للهجرة أن تكون خالصة يعني من ماله كلها لله سبحانه وتعالى قال بالسمن فوفق طبعا أبو بكر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضه في شيء قال بالسمن فقال بالسمن واتفق على أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يعني الليلة في صبيحة هذا اليوم قبل أن يعني يطلع النهار واتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل كافر وهو ابن عبد الله بن وريقت نعم أنا أخذت أبحث في الرجل ده ليه ماذا لم يسلم هذا الرجل سمان الله يعني ده شوف شاف النبي عليه الصلاة والسلام وشاف المعجزات وساعد النبي صلى الله عليه وسلم آه وشاف المعجزات واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فأخذته حقك لماذا يعني وأنا أتكلم في صحيح السير لماذا لم يسلم هذا الرجل وجدت أنه واحدا فقط زكراه في الصحابة والإمام الزهبي في كتاب التجريد سبحان الله قال إنه من الصحابة لكن الحافظ ابن حجر قال لأعلم من زكراه في الصحابة إلا الزهبي في التجريد لكن هو لم يعرف عنه أنه قد أسلم نعم فسبحان الله الشاهد أن هذا الرجل كان كفيرا نعم والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الراحلتين هو أبو بكر ووضع عنده سر الهجرة مع رجل كافر رجل كافر قال له تعالى بعد سلاسة في صبيحة اليوم الثالث تعالى بالراحلتين إلى غار يسر إذن سر الهجرة مع رجل كافر والأجر الذي سيعطيه له النبي عليه الصلاة والأبو بكر هل يسوي مئة نقا لا يسوي مئة نقا ولسي منهم رصدوا جائزة خلاص مئة نقا لمن يأتي برصد يعني من يأتي بأحدهم فشوف هنا برضو العرب عندهم إذا وعدوا أوف وفي هنا مرؤة في مخوة في شهامة موجودة كان العربي إذا وعد لا يخلف وعده ودي من صفات العرب الجميلة حتى رغم أنه كان كافر حتى وأن كان كافرا إذا وعد لا يخلف وعده فهذا الرجل الكافر سر الهجرة يوضع عند هذا الرجل الكافر ويعرف أين يختبئ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ويختبئان لمدة ثلاثة أيام وسيأتي إليهما ومع ذلك مع هذه الجائزة الكبرى الرجل يحافظ على وعده رغم كفره سبحان الله فدي الإنسان بس هذه أنا أقول أنها كان الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى لو أن هذا الرجل بدل لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كانه إيه تقرير من الله سبحانه وتعالى لاختيار النبي لابن أريخت سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون نعم سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لو علم أن هذا الرجل سيخون ويبدل لقال للرسول لا تفعل ابحث عن غيره لكن الله سبحانه وتعالى طالما أقر اختيار النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هذا الرجل لن يخون ولن يخدر كما فعل كما فعل بالضبط جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة هذا اليوم قصة نوم عليه ابن أبي طالب اختلف أهل العلم في الحكم على سندها حسنى بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وابن كسير وضعفها بعضه لكن طالما في خلاف في الحكم على السند مواطن الاكتهاد فنام عليه ابن أبي طالب في مكان النبي وهو استمر ثلاثة ايام حتى هجر بعد النبي وكان يتغطى ببردة النبي والكفار يطفون على باب النبي ويضربون بالحجارة من فوق الاسطح يضربون فكان الحجر يأتي على بردة النبي فيسمعون تأوه تألûما من شدة الحجارة فشكوا في ذلك نبيع السلام خرج صلى الله عليه وسلم طبعا أنه مرنا عليهم وخرق عليهم صورة يسين وكذا لم تصح فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وزحب إلى بيتي أبي بكر شهد لما دخل الكفار على علي بن أبي طالب فوجدوه علي والنبيع السلام قال لن يمسك بسوء كان ممكن يقتل لكن وعداه النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقتل فالشهد قال له إيه إننا كنا نرتاب في أنك يعني إيه تتأوى وتتدور كده وصاحبك لا يفعل ذلك مهما ضربناه ما كانش يقول آه على الصلاة والسلام كنت كنت بتتأوى بقى شكينا بس قلنا هيروح فين نحن وقفين له على الباب فسبحان الله فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فسريعا أسماء رضي الله عنه في حديث أم نمي لعشة تطول فصنعنا له حس جهاز صفرة سريعة نعم صفرة سريعة ولم تجد أسماء رضي الله عنها ما تربط به هذه الصفرة الطعام فخلعت نطاقها وشقته بذات النطاقين آه فسميت بذات النطاقين وفي رواية بذات النطاق نعم يعني رواية كده ورواية ورواية آه كده آه أسماء طبعا اللي صنع الطعام عائشة وأسماء رضي الله عنه أسماء الكبر نعم لكن عائشة شاركت في صناعة الطعام فصنعنا له فصنعوا لهما الطعام وخرج على أقدامهما من خوخة في بيت أبي بكر حتى لا يراهم يعني أحد يرى يرى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه عنه أسماء رضي الله عنه يعني أنا أما نتوقف شوف المعنى الجميل نعم لأبي بكر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرج من عندك من عندك فيقول إنما هم ابنتاهي نعم شوف السقة ما بين الأب وأبنائه عنا الله الآن الأبناء يخنون الأبان في فجوة كبيرة جدا والله يسرقون آباهم وأمهاتهم لتأتي فتاوى يعني أقول لحضرتك ايه تكي يكفي كفاية من معاني الجميلة الواحد يتوقف عنده إنما هو ابنتاهي خلاص مسألة منتاهية خلاص دنيا أمين مسألة منتاهية مسألة منتاهية سبحان الله بل وأسماء لها موقف كده جميل لما جاء أبو قحافة والد كان كافرا وزعب بصره فجاء أبو قحافة بعد أن علم أن ابنه قد خرج فجاء إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه لبيت ابنه وقال أرى أنه يعني أخذ ماله معه أبو بكر رضي الله عنه أخذ جميع ماله لم يترك شيئا لأبنائه ولا لم يترك شيئا على الإطلاق أخذ جميع ماله معه للهجرة فقال أرى أنه قد أفجعكم بماله كله فشوف هي أسماء رضي الله عنه بسرعة عملته رضي الله عنه كان أبو قحافة رضي الله عنه يضع ماله في كوة كوة فتحة في الجدار ليست نفذة نفذة بتبص على بره الكوة متبصش على بره أيها فالجوة بس فكان يضع ماله في كوة فجأت بحجارة صغيرة 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 سريعا وهو يتكلم مع عائشة نعم سريعا وضعت فوقها ملابس نعم فوقها وقالت لا أنها ترك لنا مالا كثيرا يا أبي نعم فقال أين فقال أخذت يده فتحسس وقال إن كان ترك هذا فقد أحسن شوف يعني موقف جميل من أسماء رضي الله عنه أسماء أنها كانت تذهب بالطعام إلى أبي بكر وإلى النبياء السلام بك هذه لم يصح نعم هذا ليس بالصحيح ليس بالصحيح وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار صور جنة غار صور في اتجاه اليمن وليس في اتجاه المدينة نعم يعني في اتجاه آخر مخالف تماما وده زي ما ذكرت فضلتك من باب الأخذ بالأسلام الأخذ بالأسلام يعني لما فضلتك ذكرت من شوية النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر مقنعا أيوة نعم وأنا عمال أفكر النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع رجل في عريفته البشرية نعم ما تقنع رسول الله خوفا صلى الله عليه وسلم لكن يعلم الناس الأخذ بالأسباب هذا صحيح وكذلك في عبد الله مرايقة وكذلك في الغار الغار نعم شيء في المقارنة ما بين الإسراء والمعراج وما بين الهجرة نعم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لم يجعله يأخذ بالأسباب في الإسراء والمعراج نعم دع أرج به وأسر يبيا أرج به في جزء من الليل وعاد وجد فراشه دفئا نعم ثم لماذا أمر أن يأخذ بالأسباب في الهجرة لأنه هنا يشرع نعم لكن في الإسراء والمعراج لا يشرع سبحان الله فلما كان الأمر هو أمر تشريع نعم أمر أمر أن يأخذ بالأسباب لأنه يشرع لأمة نعم هنا ده الفارق فهو شرع ليس خوفا لأن الله سيعصمه نعم وأنت سترى عندما الله سيعصمكم من الناس نعم سترى عندما يصلون إليهم قريش لما جاء من أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وصاحبه واتجى ناحية الصحراء فجاءوا بقفاء الأصل فجن جنون قريش نعم الآن يعني خرج كل من أسلم إلا بعض قلة من المستضعفين وهم كان يؤملون أن النبي عليه الصلاة والسلام من بين ظاهرانيهم صلى الله عليه واحد لكن استشعروا خطر لو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم ستتحول الأمور تماما نعم وإلا كان رغم الحصار ده كله والتضييق الشديد جدا وظل يدعو صلى الله عليه وسلم الناس ويقول لهم في السوق قولوا لا إله إله إلا الله ده صحي ورأينا أنه في العشر سنوات فعلوا معه ما فعلوا يجتمعون عليه كأنهم يجتمعون على رجل مجنون ولا يستمع إليه أحد طوال عشر سنوات ليس يوما ولا يومين ولا سنة ولا سنتين عشر سنوات سريعا عشان هالطبعا الوقت فضر دكتور نعم النبي عليه السلام متى علم بالهجرة نعم صلى الله عليه وسلم علم بالهجرة من اليوم الذي علم فيه أن الذي جاءه في الغار هو جبريق عليه السلام يعني في هذا اليوم الذي ذهبت الحديث طبعا طويل الذي ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة بن نوفد وقص عليهم ما حدث الله في غار حرام وقال هذا النموس الذي أنزل على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومه آآ ولا مخرجية هم آآ جزعا قويا آآ أو مخرجية هم استفهام إنكاري استفهام إنكاري نعم النبي عليه السلام استنكر كيف أخرج مكة وهي خير بلاد الله وهي بلد أبي إسماعيل وبيتي هنا وأهلي هنا وأنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام علم أنه سيخرج لأنه ورقة بن نوفد كان نصرانيا كان تنصر وكان يكتب الطورة والإنجيل نعم قالته أنه أسلم بعد ذلك دكتور والله مسألت إنه أسلم اختلف أهل العلم في إسلامي هو النبي عليه السلام في رؤية قال رأيته في الجنة أو في نهر من الجنة أو كلاما هذا النبي عليه السلام قال لا تسبوا ورقة فإني رأيته علي ملابس بيت أو كده يعني نعم صلى الله عليه وسلم لا تسبوا لو كان أسلم لكان صحابيا تبقى الحضرتك لكن ورقة بن نوفل مات في الوقت الذي فترة فيه الوحي على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ بعد بالبلاغ بعد تبقى الحضرتك فيعني المحققون ذهبوا إلى أنه مات على النصرانية ولم يكن النبي عليه السلام أمر أن يبلغ فإذا مات على دين وقتها لم يكن نسخ بعد النبي عليه السلام لم يؤمر بعده بالبلاغ لكنه قال النبي عليه السلام يعني يا ليتني فيها جزء لخريجا قام ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي فعلم من هذا النبي عليه السلام جنة جنون قريش وصل إلى غار صور كان عبد الله بن أبي بكر شابا غلاما لقنا صقفا كما تقول أمنا عشاء دي برضو مهمة يعني مش أي حد شاب أه بس إيه حازق وزكي وعنده يعني إيه نظرة شاملة كده يعني تعرف أنه يعد العلماء يعدون من يعني من دلالات دلالات الزكاة التمييز التمييز نعم والنظرة الكلية آه يعني أقول لك الذي تكون نظراته قاصرة يكون آآ أقل زكاءا الزكي آآ عنده نظرة كلية آآ يعني يعني ينظر إحداث نظرة كلية ويجمع هذا على زك والنظير على النظير فهذا علامة من العلمات زي محمد دلالات هم يبصر شاحت رجلية يبصر بقضائف آه وهذا من قياس المقاييس الزكاة حتى بين الأمم نعم إن الأمة التي تنظر هي نظرة متسعة إلى المستقبل وإلى الماضي وإلى الحاضر نعم أمة زكية ووعية سبحان الله والأمة التي تنظر فقط تحت أقدامها أمة ليست بزكية ولا وعية كذلك الأفراد نعم من عنده نظرة قاصرة وطبعا من أعظم قصور النظر ومن أسوأ قصور النظر أن تنظر إلى الحياة دون أن تنظر إلى البرزخ وإلى إلى الآخرة فهذا أسوأ قصور يعني يبتلبي الإنسان أن ينظر إلى حياته الدنيا فقط نعم أنت اللي بتخرجنا بقى ترجع تقود تقول الوقت لا لا صدر سيدنا برحمة الله يأخذكم نعم فذهب وعمر بن فهيرة يأتي بالشاب الغلام كما تقول الأم من العشعة زكته يعني نعم فكان عنده زكاء في وقت يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وفي وقت الصحر يخرج إلى قريش مختفيا نعم كأنه بات معهم فيستمع لما يكدون به للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ويأتي ليلا نعم للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر يبلغهما وعمر بن فهيرة يدوس بأغنام أبي بكر على آثار الأقدام ويأتي إليهما أيضا فيأخذونا من اللبن نعم إذا كان بات صلاة والسلام وأبو بكر يقطتون يقطتان اللبن وليس طعام أسماء رضي الله عنه لذي لم تصح نعم سلاسة أيام قريش هدأت قريش هدأت لم تهدأ تعرف العرب عندهم مسألة أسرار واقتفاء الأسر دي نعم طب ده الأغنام مسحة أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ومسحة أقدام عبد الله ابن أبي بكر الذي كان يأتي إليهما ويذهب عنهما فكيف استطاع قفاء الأسر أن يعصروا على أسار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر سبحان الله يعني قدرة عجيبة استطاع قفاء الأسر أن يجد أثر قدم رسول الله قدم رسول الله وقدم أبي بكر هذا الذي فعله سراق ابن مالك لا ده سراق ابن مالك لسه سيأتي لسهما في الغار فذهبوا مع قفاء الأسر صندية قريش أبو جحله الكبار يعني هم يزعمون أنهم أسكى الناس فوقف هؤلاء على الغار وقال لهم قفاء الأسر انتهت الأقدام في الغار سبحان الله الأقدام انتهت هنا بالله عليك لو طفل صغير هيبص في الغار وهذا الصديق قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأينا والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأينا فقال يا أبي بكر تخاف ما ظنك بسنان الله الله الثالث فشوف الذي صرفه مسألة طبعا العنكبوت والبيض والحمام وكل هذا يعني لم يأتي بأسانيد صحيحة وكانت ضعف أخف في مسألة العنكبوت وأشد ضعفا في الحمامة والبيض لكن هذا يعني إحنا يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية إلا تنصره هذا يتكفي نعم إذا قولوا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينات وأيده بجنود الله أكبر لم تروها وأيده بجنود لم تروها نعم الملائكة بقى سبحان الله لأن لو عنكبوت وغار وكده طب ما لو أي غار عليه عنكبوت وحمام وكلام ده ما حاش يبص فيه لكن إن قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون الغار مفتوحا نعم وهؤلاء لهم أقول ولهم عيون ويقفون على باب الغار وعندهم قرينة قرينة قوية جدا أن قفاه الأسر قالوا انتهت الأقدم إلى هنا المفترض يخش يشوفه سبحان الله الذي صرف قلوبهم وعيونهم هو الله وقالنا شيخنا الحبيب الله سبحانه وتعالى يعني ثبات رسول الله وثبات الصديق كان بهذا الذي ذكره الله فأنزله سكينته السكينة نزلت والملائكة أيضا أي والملائكة فسبحان الله طب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكل الأسباب ده درس نتعلمه أنا أخذت بجميع الأسباب المتاحة عندي ثم أسقط في يدي ألجأ إلى ربي يا رب أنا أخذت بأسباب التي أستطيعها النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سببا إلا وأخذ به ومع ذلك هم يقفون عند رأسه في الغار وماذا يفعل ليس عنده الآن من شيء خلاص أخذ بكل الأسباب تعلق القلب بالله آه فخلاص هنا بعنا رب أخذت في بدر ما هم بك أصوله بك أجوله بك أقاتل ده صحيح آه نعم أيه ده صحيح أخذ أقول لكل الأسباب ووقفه على رأسه فقال لا تخف يا أبا بكر ما ظنك بسنين الله خلاص مسألة منتهية آه فرجع هؤلاء وأعلنوا المكافأة الكبيرة لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حياً أو ميتاً صلى الله المئة ناقة في اليوم الثالث ذهب ابن قريقت هم بالناقتين نعم سراً وفي الصباح أم كان يأسوا بقى من الطلب ألذى زمانه ايه وصل المدينة هم فمشى بهما في طريق يخالف الطريق المعهودة إلى المدينة كانت رحلة شقة جداً نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في هذه الرحلة حوالي أحد عشر يوماً هم في هذا الطريق نعم أحد عشر يوماً فأخذ بهم طريقاً معاكساً ومضي وهنا بقى يأتي صراقة صراقة سريعاً آآ يعني هو جاء من يخبره أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعامر وعبد الله يمشون على طريق الساحل فقال لا هؤلاء قوم ذهبوا يبحثون عن عن إبل ضلة لهم نعم وقال وانا أعرف أدنهم هم عشان يطمع في ايه عشان يخذ المتناقل واحده نعم كان سيداً في قومي سبحان الله وكان فارساً لا يشق له غبار آآ يعني مكانش رجل فقير يعني وقال لك دي خلاص بس مئة ناقة يغنى يعني مئة ناقة مغرية أيوة طبعاً مئة ناقة يعني مبلغ كبير جداً سروة نعم فالمهم عم عليهم واجعل الجارية تعود له فرسه بعيداً عنهم وفي أكمة وخرج بالفرس وبالفعل استطاع أن يستمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت صلى الله عليه وسلم يمشي والبكر يلتفت يلتفت خوفاً من الطلب حتى اقترب سراقة فأسقطته الفرس من فوقها فأخرج الأزلام الأزلام دي عصيان كده زي السام بس مقاش ريش واحد مكتوب عليه افعل والتاني لا تفعل نعم فأخرج والتالت ماش مكتوب عليه يعني تلاتة واحد افعل اثنين لا تفعل تلاتة ما فوش حاجة لو تلعى التالت يعيد أخرج الأزلام هم لا تفعل طب انتم بتتبعوا الأزلام طب بتتبع الأزلام لم يتتبع الأزلام معامل زي الصنم العجوى اللي يأكلوا وبعد جديد الملوحة التانية يعبوده يعني يعبوده لم يتبعها فاقترب فهو النبي صنم دع عليه انه عليه الصلاة والسلام يعني ابو باكر قال لازل طلبه يا رسول الله في اسرنا قال لا تخب ودع عليه ففي المرة الثانية اه دع عليه فصرع في المرة الثانية ساخت الفرس وفي الارض حتى ركبتي الفرس وتصاعد دخان في عنان السماء والخان كبير جدا فهنا قال علمته انه ممنوع فطلب الامان من النبي عليه الصلاة والسلام والعكس المفروض هو اللي يقول للنبي الديني انت عتطلب امان مش انا لكن شوف الاية كيف انقلبت انقلبت فالنبي عليه الصلاة والسلام امر عامر ابن فاير فكتب له كتاب امان وقال خذوا مني زاد وتجدون غلماني يرعون انت كاذا خذوا وكاذا كاغل النبي قال اننا نريد شيئا بس ايه يعني ايه عم علينا فبالفعل الرجل وفى وكافر كل من يسأله اسلم بعد ذلك اسلم في خلافة عمر ولا في فتح مكة هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداء لما قال دخلت العمر الى الحج فهو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام من اسفل الجبل هنا ورد انه هو الذي سرق باعلى صوته صلى الله عليه وسلم قال اكل عام يا رسول الله ام لهذا العام قال بل لابد الابد صلى الله عليه وسرق ابن مالي رضي الله عنه لعلت تشير الى مسألة سوري كسرة اي نعم اي دي لم تصح اه لم تصحها وكتب له كتاب امان فقط فالشاهد ان ابا بكر قال اخذنا نسير ليلنا مستمر سيرا مستمرا وصباحنا حتى جاء وقت القيلولة اشتد الحر فاخذت ابحث عن ظل لا يجد ظلا في الصحراء فوجدت صخرة بها بقايا ظل فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ايه ننزل هنا قال فسويت له الارض وفرجت له فرشا وقلت نم يا رسول الله الله ابو بكر رضي الله لم ينم لم ينم قال واخذت انا انظروا في الطلب الذين يأتون من خلفي والنبي نائم عليه الصلاة والسلام قال حتى رأيته غلاما معه اغنام يبحث عن الظل الذي بحثت عنه عايز الظل الاغنام فقال انت لمن فقال سمى رجلا من قراش قال هل في اغنامك من حلب قال نعم فحلبة للنبي حلبة وبرده قال انفض ضرع الشام يعني نفض الاناء نظفه وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اشرب رسول الله حتى شرب النبي عليه الصلاة والسلام وارتوى وبدأ في اكمال في اكمال الرحلة صلى الله عليه وسلم هنا عفوا لما قال الصديق رضي الله عنه فشرب رسول الله حتى ارتويت حتى ارتضيت ارتضيت حتى ارتوى هو رضي هو رضي وارتوى النبي عليه الصلاة والسلام ماشى جاءهم رجل اخر يبحث عن الديها مذه مش مشهورة مع صحتها فابو بكر� قال يا رسول الله هذا الطلب من خلفنا فدعى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا اسقط فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه ايضا ان يؤمن ونبي عليه الصلاة والسلام فقال عم علينا فقال في الحديث سبحان الله في أول اليوم كان يطلب النبي عن السلام وفي آخر اليوم يعمي عن النبي عليه الصلاة والله إعجاز إعجاز الله يمرون على خائمة أمه معبد طبعا الحديثة طويل حسنوا بعضه أهل العلم وضعفوا بعضه يعني في خلاف بين أهل العلم في صحة قصة أمه معبد يعني وهي قصة قصة طويلة طبعا لأن يسمح أن نأخذ نتكلم فيها الشاهد استمرت الرحلة حوالي أحد عشر يوما حتى وكان الأنصار يخرجون في كل صباح حتى القيلولة ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ينام في الغار وأيضا اتسخت الملابس فشوف يقدر له الله سبحانه وتعالى في الطريق أن يلتقي برحلة الزبير بن العوام كان عائلة من قافلة نعم فأهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبك سيابا بيضاء الله أكبر ما شاء الله فداخل النباح السلام المدينة وكأنه يلبس جديد إن صلى الله عليه الصلاة والسلام يلبس جديد رغم أنه كان في رحلة 11 يوم ماشي وثلاث يوم في غار وثلاث يوم في غار وثلاث يوم في طراب نعم آه شوف يدخلان بسياب بيضاء زاهية جديدة نعم صلى الله لأنه لهيبة النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم يخرجون ينتظرون يعودون وقت القلولة حتى رأى أحد اليهود يعني النبي عليه الصلاة والسلام فنادى على الأنصار وقال يا بني قيلة قيلة دي قال إنها أم للأوس والخزر اللي هم يشتركون في أم وحدة نعم يا بني قيلة يا بني قيلة فالأم وحدة قد جاء ما تنتظرون أو جاء جدكم فوالنبي عليه الصلاة والسلام هو يركب ويركب من خلفه أبو بكر والناس يقابلونهم من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفهم آه ف الناس مش عارفين ده رسول الله لا يعرفونه يظنون أن أبا بكر هو الرسول آه فيقولون في الحديث أبو بكر شيخ كبير ورسول الله عليه الصلاة والسلام شاب نعم يعني أبو بكر باين عليه أنه رغم أن النبع السلام أكبر أن أبي بكر بسنة ونصف تقريبنا صلى الله لكن النبع السلام لم يشب منه شيء صلى الله فكان يظنون أنه الكبير ده والنبي عليه الصلاة والسلام فيقول فيقول من هذا الذي معك ده في الطريق قبل أن يصل يقول هذا هادن يهديني هذا هادن يهديني آه يعني أمكانش يقول ذا رسول الله لا هادن يهديني إلى الله يعني هو يكني يعني يعني يهرد فلما علموا فخرجوا وخرج بان النجار متقلد السيوف وإخوال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما علموا بقدوم النبي على السلام فخرجوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دع لله داع آه إتني آه غنية كثيرة برددها طويلة ما دع لله داع جئت يشرفت المدينة آه مرحبا يا خير داع يا خير داع آه هذه لم تصح غير وردة لا لم يصحح أحده من أهل العلم وابن القيم قال لو لو أن هذا الأثر يعني تحسن يكون هذا في عودة النبياء الصلاة من تبوك آه لأن السنيات الوداع من ناحية تبوك نعم ناحية الشام وليست من ناحية مكة لكن هذا مع شغرتي لم يصح لم يصحح أحده من أهل العلم وقالوا سنيديو فيها عدة علال يعني آه ما سبت خرج بن النجار هنا آه خرج بن النجار متقليد السيوف استخبار رسول الله محمد الرسول الله ويشير بعضهم إلى بعض هذا نبي الله هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا صلى الله عليه وسلم ما رأيت يوما أضوأ ولا أجمل من اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قضيئة المدينة بكاملها الله أكبر الله أكبر بكاملها م شاء بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وبدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأنت كما تعرف أنه أقام في قباء عدة أيام وصلى أول جمعة قبل أن يوست المسجد قبل أن يأتي إلى ما قباء تعطبا من المدينة لكنه أقام في قباء عدة أيام وصلى أول جمعة جمع هناك في قباء ثم جاء بالناقة حتى بركت في المكان الذي بنى فيه المسجد كان لغلامين سهل وسهيل يتمين فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لك يا رسول قال لا بالسمن فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام منهم هذا المكان وكان مربدا فيه يضع الطمر وفيه قبور مشركين فأمر بأن قبور مشركين تنقل وبني فيه المسجد وتصارع الناس فيه مع من يقيم النبي عليه الصلاة والسلام وكان سارع أبو أيوب الأنصري رضي الله عنه فحمل متاع رسول الله كان زكاء منه يعني كله عايز النبي يكون عنه قبل أن يؤسس بيتا فأبو أيوب الأنصري ماذا فعل سارع وأخز متاع النبي يعني لابس متاعه سارع وأخز متاعه فشوف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لما رأى الناس يتنفسون من يقيم عنده النبي عليه الصلاة والسلام أيوب الأنصري رضي الله عنه شيخنا الحبيب كان أود أن أكمل حديث ذو شجون لا سيما إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسألهم أن يحشرنا وإياكم بصحبته صلى الله عليه وسلم وأن نجعل هذه الكلمات وهذه الحلقات في ميزان حسنات اللهم عم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي جزاك الله عنه خيرا وراضي الله عنك اللهم أمين هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مليئة بالدروس والعبر والمواقف العظيمة جدا لو كان الوقت يسمح لو كان السياق يتسع لما هو أكثر من ذلك كثير لكن لضيق الوقت اكتفينا بهذا القدر لا سيما وأننا في قناة الندى أعددنا لكم في هذه الأيام وفي غيرها حملة مستمرة على مدار اليوم والليلة للتذكير بهذا الحدث العظيم وكما ذكر فضيلة الشيخ الحبيب أن حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حدث في تاريخ أمة الإسلام لا سيما وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام رجع إليها قائدا فاتحا منتصرا عليه الصلاة والسلام لا سيما وأنه أسس في المدينة المنورة دولة الإسلام الكبرى التي انتنى الله عز وجل بها على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى أمة الإسلام أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام سألين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسير على ضربه عليه الصلاة والسلام ومن يتبع سنته عليه الصلاة والسلام وأن يجمعنا وإياكم بصحبته عليه الصلاة والسلام وللحديث بقية سائلين الله سبحانه وتعالى لنرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وقبولا وإخلاصا اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل أمر نلتقي في ليلنا هذا الحديث العذب نعلم الشرعان ما نرتجي إلا هدى من ربنا هدي الرسول والصحابة ناجونا نص هنا فهم هنا فاسمع لنا ما نبتغي إلا المودة بيننا ما نبتغي إلا المودة بيننا شكرا